أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول كيف نوفق بين قول الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا وبين قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أن نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون لا تعارض بينهما المال والبنون زينة الحياة الدنيا ما فيه شك لكن من أراد المال والبنين ولم يخلص عمله لله عمله حابط من عمل عملا صالحا يريد به الدنيا لم يقبل منه هذا العمل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا